شعر والصور والملابس مدفور 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 أثار فيديو يظهر تدفقاً هائلاً من المواطنين نحو راق يزور ولاية خنشلة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي اتخذ الحدث مدى كبيراً حتى دعت الجمعيات إلى فتح تحقيق وقد جذب الحدث الذي وقع مؤخراً جموعاً كبيرة وعلى الأخص نساء قاد الراقي ناصر الذي اكتسب شهرة على تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى المشاركين في الصلوات وتلاوات القرآن وتقارير شهود العيان تشير إلى أصوات صراخ ونحيب تنبعث من القاعة خلال الجلسة في حين رحب البعض بفوائد الرقية الجماعية المفترضة عبر آخرون عن عدم ارتياحهم تجاه الطابع العام والمدفوع للحدث وقد وجهت انتقادات بشأن تسويق الرقية واستغلال الضعف المحتمل للمشاركين أثار بعض المستخدمين للإنترنت دهشتهم حقيقة أن الراقي قد حول تشخيص غالبية الأشخاص الحاضرين على أنهم ضحايا سحر يعبر بعض مستخدمي الإنترنت على غرار هذا التعليق على يوتيوب عن شكوكهم في تنظيم جلسات الرقية الجماعية والمدفوعة وينتقدون تسويق الممارسة الدينية ويتساءلون عن صدق دوافع المنظمين الجري 360 تتمنى لكم عيدا سعيدا